عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعيد والوفد المرافق له وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر وأكد مدبولي حرص مصر على تعمق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة باعتبارها تمثل شريكا أساسيا وحليفا استراتيجيا لمصر وأشار مدبولي الى ان الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ اجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودية